شو معك؟ شو معك؟ فرنين شو معك بالكيس؟ معي هايدي اللي بيضربوها دايماً العدو على الناس اللي بيكونوا ضدو، بأي عدو بالعالم بيضربها على شعب بيكون عم بيحاربوا نحن شعب أعزل نزيلنا نطالب بحقنا كرمال عم نطالب بحقوقنا رموا علينا أناب المسيل للدموع خلانا بلا زايف شوية أسمع، شو رفعوا ليكون؟ رموا علينا هايدي أناب المسيل، لا ما تمسكها لأنا بتأذي هي بيستعملوها مكافحة الشغب ليفرقوا الشغب بالطرقات بس ولكن للأسف هالمرة استعملوها بقلب خيامنا اللي بنام فيها يعني هيدا صار اعتداء مباشر علينا بمحاولة قتل كيف فاتوا عليكم فيها؟ أي متى؟ بالليل؟ لا، بالنهار وقت جلسة السئة رموها على قلب الخيام والخيام واضحة إنه هايدي الخيام مأهولي بناس رموها على قلب الخيام أو لأنه أنتوا كتوقفين قدام الخيام؟ لا، بقلب الخيام وأحنا أخذنا صور وبيعتاد أنا تحركت المحامين لإدعاء بهيدا الموضوع ماذا أثرة هيدي على صحة الإنسان؟ أنا ما بفهم أثرة بس أنا اللي بفهم أنه لو ما بيصحبوني من جوا وبيطلعوني لبرا أنا كنت متت ولو بنتي بتكون معي كانت متت كل هيدا السلطة ما بتعني لي قدام أنه أنا شوف بنتي عم بتموت وأنا رايح لإدعاء دولي بمحكمة لهاي محاولة قتل عمدا لمتظاهرين عزل موجودين بالصحات عم بيطالبوا بحقهم والدعوة بشر فيها الأستاذ حسن بزة ورايحين فيها على محكمة لهاي هيدا برسم المجتمع الدولي مجتمعا كامل يشوفوا وشو بيقدر يعمل بهيدا الشعب العزل ما بيملك إلا صوته ليطالب بحقه وهيدا الدولة مجتمعة مع كل الأجهزة الأمنية اللي إلا هي عم بتجرب تقتلنا وتقتل صوتنا وتقتل حقوقنا يتفضلوا يشوفوا شما دنيا